بعد دخول فصل الشتاء رجع مرة تانية أخبار كورونا تظهر في بعض الدول الكلام دلوقتي عن متحول جديد لكورونا معدل جي ون أو جي أن ون انتشاره كبير وممكن يصيب الحالات اللي سبق تطعيمها بالتطعيمات الأديمة ضد فيروس كورونا إحكاية جي أن ون ديها منا وتفاصيل كتيرة حنعرفها عن المتحول الجديد أعراضه طرق الوقاية منه مع دفتنا اللي منورانا في استوديو صباح الخيلة مصر الدكتورة فاطمة زهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بكلية طب حلوان صباح الخيل على حضرتك كبير نوري فن أهلا وسهلا يعني عائلة الإنفلوانزة ما بتخلصش كل شوية بنشوف متحور جديد وأشكال جديدة نعرف تفاصيل أكتر إيه هي أو إيه هو المتحور الجديد جي أن ون خلينا في البداية كده نقول معلومة عامة عن الفيروسات عموما من طبيعة الفيروس إنه هو بيتحور دوريا يعني هو ما بيسبش نفسه على حاله إن إحنا أخدناه مرة فجسمنا يكون مناعة ضده أو أخدناه تطعيم فجسمنا يكون مناعة ضده هو كده مش هيكمل دورة حياته هو لازم يحور نفسه دوريا علشان يقدر يريء انفاكت تاني يدخل لأجسام الجسم الإنسان تاني ويعمل عدوى من أول وجديد يبقى ده معناه إن إحنا ما نتخدش من ظهور أي متحورات جديدة يفرق معنا إيه؟ يفرق معنا المتحور دوت أعراضه إيه؟ هل بيسبب أعراض شديدة ولا لا؟ بيسبب دخول المستشفى ولا لا؟ إحنا نقدر نقومه بالأدوية ولا لا؟ اللي حصل إن إحنا من بداية ظهور فيروس كوفيد 19 اللي هو أصلا متحور من فيروس كورونا اللي هو كان عملنا قبل كده زمان سارس وغيره فحصل فيه تحور وظهر فيروس كوفيد 19 عمل نفسه تحور جديد بعد ظهور التطعيمات والجلوبل إنفاكشن اللي حصلت ديت وبدأت تظهر المناعة ضده لمتحور أوميكرون أوميكرون كان أضعف في شدة إصابة المرض أو شدة الإصابة بالمرض لكن أسرع في الانتشار حصل منه متحور تاني الصيف اللي فات اللي احنا بنسميه البايرولا أو البي إيه حصل تحور جديد اللي هو آخر حاجة اللي هو الجي أن ون ده اللي ظهر الفترة اللي فاتت بداية ظهوره في شهر سبتمبر تقريباً بتدى يتعمله ريبورتنج في الولايات المتحدة بعد كده بتدى يظهر في الصين في الهند في أوروبا انتشر الفترة اللي فاتت بصورة كبيرة جداً نتيجة الأجازات الأعياد والتواجد في المطارات والحكاية دي بعد كده بتدى يظهر بقى في استراليا وكندا وطبعاً موجود في الفار إيست وفي الميدل إيست في الشرق الأوسط وفي مصر وفي كل حت يعني فيش مكان ما فيهوش وهي دي سرعة الانتشار نحن بنتكلم عليها طيب ساعات كده كنا الأول بنقول إنه لما بيحصل تحور لأي حاجة إحنا بننبسط بشكل أو بآخر لأنه بتكون بشكل مختلف ولكن بيكون يعني كلما بيتحور كلما بيدعف أكتر وكلما بيفقد جزء من الخصائص بتاعته أو من الصفات بتاعته بنخاف بس من سرعة الانتشار زي ما حاركت كلمتي الفيروس الجديد هيامل فينا إيه؟ مش هيامل فينا حاجة جديدة إحنا متعودين كل شتا عن أدوار أنفلونزا منتشرة جدا بتيجي لكل الناس نتيجة للتغير درجة الحرارة الفيروسات بتنشط أكتر أو فيروسات الأنفلونزا عموماً اللي بتسبب أعراض الأنفلونزا بتنشط عموماً في درجات الحرارة المنخفضة زائد الأماكن المغلقة ما بتفتحش الشبابيك كويس ما فيش تهوية مظبوطة الفصول المدارس كل الحاجات دي بتساعد على سرعة انتشار الفيروس هيعمل فينا إيه؟ شوية أعراض أنفلونزا محتاجة علاج مظبوط لو طولت عن كام يوم لازم نلجأ للطبيب إنما ما فيش حاجة مقلقة ما فيش حاجة تستدعي إن إحنا نقول حالات مثلاً دخول الأعداد دخل المستشفيات زادت حالات الدخل المراعية الرعية المركزة زادت لا ده ما حصلش يعني إن شاء الله ما فيش ما شفناش الفترة اللي فاتت دي ما شفناش حالات شديدة المعدل الطبيعي أكتر الفئات يعني تعرضاً للإصابة بهذا المتحور وإزاي أوفر لها الحماية اللازمة خصوصاً ما بين الأطفال أو كبار السن طيب هو مش بس الأطفال وكبار السن إحنا طبعاً يعني نقول فوق سن 65 سنة تحت سن 12 سنة دي الفئات العمرية الأكثر عرضة إيه كمان؟ المرضى اللي منعيتهم ضعيفة اللي بيأضوا أدوية مطبطة للمناع زي مرضى الأمراض المناعية المزمنة المرضى اللي عاملين زرع للكلة أو للكبد مرضى الأورام اللي بيأخذوا عليك كيميائي أو ريديو ترابي فنتيجة للمناعة الضعيفة احتماليات الإصابة أكبر طيب إزاي بنمنع التطعيمات اللي فاتت اللي احنا كنا أخذناها قبل كده دي بتدي مناعة وده نتيجة يعني الكلام ده وده كلام تقارير ال WHOO اللي قالت وريسنتلي إنه هو التطعيمات اللي احنا أخذناها وخصوصاً البوستر دوزيس بتدي مناعة ضد المتحورات الجديدة مستمرة عليها مدى زمني كبير يعني بوجود بوستر دوزيس أو اللي هي الجرعات التنشطية الجرعات التنشطية لكل فترة آه طبعاً وبساعد قدرة الجسم على مقاومة المرض التطعيم مش بيمنع حدوث المرض التطعيم فايدته إنه هو يمنع حدوث تطور المرض الأعراض الشديدة فترة دخول المستشفى إمكانية الدخول الرعاية المركزة وطبعاً بيقلل إمكانية حدوث الوفاة فدي فايدة التطعيمات مش الغرض من التطعيم ما احنا كنا بناخد تطعيم الأنفلوانزة كل سيزن وبيجلنا أنفلوانزة فمش الغرض من التطعيم إنه إحنا ما يجلناش المرض الغرض إنه إحنا نحمي نفسنا على قدر الإمكان من أعراض المرض فالتطعيمات التباعة طبعاً الأماكن المزدحمة في أماكن المزدحمة قوي لازم نلبس ماسكات إحنا مش نقول نلبس ماسكات في كل حتة بس في العمرة في المطارات لازم الأماكن اللي فيها جنسيات متعددة ناس جاية من سفر إعداد كبيرة تزحم شديد لازم طبعاً نبقى لابسين ماسكات طيب دكتورة يعني قعدنا بقى قعدنا فترة طويلة قوي في الإعلام نشتغل على إنه مش أي دور بذ ناخد له مضاد ضحاوي لفكرة الأنتبياطيك سأدي إيه مضرة لغاية ما بقى فيه ناس بقيت بتخاف من فكرة الأنتبياطيك في الفترة اللي فاتت مع الدور الجديد زي ما بقول عليه بالدغة الدرجة كتير من الناس خافت تاخد أنتبياطيك وبقى عندها مشكلة موجودة في السدر ما تعالجتش كويس خفت من الأعراض الظاهرية لكن لسه تعبانة لسه خملانة السدر مش عارفة تتنفس كويس هل هو بيصيب الجهاز التنفسي وبعدها بيصيب أثار طيب خلينا نقول شكوين أنا سعيدة جداً أنا حليك بتقولي الناس بايتخافت أخب مضادات حيوية أنا سعيدة جداً يعني الحمد لله كان الزمان المرضى يدخل هو مصمم ياخب مضادات حيوية أين كان بقى فيروسي بكتيري هو ما بتفاهمش عانينا كتير علشان نفهم المرضى إن إحنا الفيروس لا يعالج بالمضاد الحيوية مضاد الحيوية هو مضاد للبكتيري العلاج للحالات العدوى اللي موجودة دلوقتي هو علاج في الأساس للأعراض يعني أين كان نوع العراض اللي عندنا إحنا بنعالج الأعراض بنستنى أربع لخمس تيام لقينا في تحسن خلاص الموضوع خلص بعض الحالات تحتاج علاج مضادات للفيروسات مش مضادات بكتيرية مش مضادات حيوية إمتى بندي مضاد حيوي لو لقينا في عدوى بكتيرية ثانوية أو ساكن ببكتيريا الإنفاكشن هي دي اللي بندي عليها مضاد حيوي إنما يعني أنا سعيدة جدا حقيقة بتقولي الناس خايفة تاخدوا مضاد حيوي الشقة الثانية بقى ليه الدور بيطول ده رأيي بس ورا حريك بتشوفي ده بفعل في المستشفيات طبعا مش بنسبة 100% بس طبعا نسبة 70% ده تطور هايل يعني طيب ليه بقى الدور بيطول حقيقة بتقولي قد دور بيطول فعلا بس هو حقيقة الدور بتنتهي بعد 4-5 تيام في معظم الحالات إيه اللي بيطول حاليا بنسمع حساسية ما بعد العدوى الفيروسية أو بوست بيرال هايبر اكتيفتي بيحصل تهيك شديد في الجهاز التنفسي عند بعض الناس اللي عندهم قابلية لحدوث الحساسية وحقيقة برضو بيدينا نشوف عن الناس عمرها ما جتلاها حساسية قبل كده بيجي لهم أدوار حساسية بعد ما بيخلصوا الدور طب هل دي علاجها بالمضادات الحيوية لا برضو هل علاجها بالمضادة الفيروسات لا برضو علاجها بعلاج للحساسية سواء كانت حساسية صدر حساسية جيو أم فيا أي أن كانت ناخد علاج للحساسية دكتور إمتى أبتدي أقلق من الأعراض يعني الأعراض المشابهة ممكن يبقى فيه رشح ممكن يبقى فيه ارتفاع بعض الشيء لحرارة الجسم تكسير في العظم إمتى الواحد يبتدي يقلق لما العراض يزيد شوية ويبتدي يشعر أنه لازم يبقى فيه بروتوكول علاك طيب إيه هي الأعراض في البداية الأعراض بتراحه بين حرارة إحساس بالإجهد ألام في العظام خصوصا في أسفل الظهر والساقين يبقى تبقى كتير قوي فكرة تكسير الجسم كتير جدا رشح كحة إفرازات تنفسية المختلف شوية كمان وجود أعراض جهاز هضمي زي القيء الإسهال وده بنشوفه كتير قوي في الأطفال وبيتم تشخيصه بالخطأ على أنه نزل معوي بس هي دي أعراض برضو للمتحول الجديد إمتى أقلأ لو الحرارة استمرت أكتر من 3 أيام متواصلة ما بتنزلش وبرضو خلينا نعرف كلمة حرارة درجة الحرارة طبيعية من 36.5 إلى 37.5 إمتى نقول في حرارة لو تحت 6.5 أو فوق 7.5 بطبيعة كل جسم يعني ما يبقاش أنا متعودة أن ابني حرارته أو أنا حرارتي 36.5 ولما ترتفع ل37.5 أقول إحنا لسه وذين رينج ولسه نورمال يعني تعريف ارتفاع درجة الحرارة فوق 37.5 دي أول حاجة يعني استمرار درجة الحرارة لو فيه إسهال مستمر عشان بنخاف من الجفاف خصوصا في الأطفال وكبار السن الإعياء الشديد اللي هو ممكن يقدي لدوخة والسكوت وحدوث الحوادث داخل المنزل فده طبعا لازم ساعتها نتوجه للطبيب أي أعراض تستمر أكتر من أربعة تيهة من لازم نتوجه للطبيب طبيعة الدور ينتهي خلال أربعة أو خمس سنة استمرت الأعراض أي أن كانت الأعراض دي إينا توجه للطبيب وهو هيقول لنا بقى إيه نوع العلاج اللي إحنا محتيين نكامل وهو اللي بيحدد بقى بروتوكول العلاج ممكن يكون إزاي بالظبط كده أكيد طيب دكتورة سرعة الانتشار إحنا شايفينها ممكن تكون بين الأطفال في المدارس عشان إحنا يعني موسم مدارس زي ما بنقول أو في الجامعات أو في الأماكن اللي ممكن تكون مزدحمة في أماكن مثلا زي المواصلات كيفية التعامل مع حاجة زي كده لو إحنا واخدين حضرنا ولابسين الماسك إيه اللي ممكن نعمله عشان يرفع منعاتنا طيب أولا أنا لقيت نفسي تعبان النهاردة ما روحش الشغل لقيت ابني تعبان ما نزلوش المدرسة ليه؟ لأنه هيرجع تعبان تاني على البيت وهيكون عادة بقى الفصل كله نفس الكلام أنا في شغل على ما يخفي ينزل يتادي تاني بالضبط كده ولا أنا هعرف اشتغل وهدي زميلي اللي موجودين في شغل يبقى دي أول حاجة هي إن إحنا المريض يقعد في البيت على قل أول يومين لتلات يوم الحاجة التانية إن إحنا في الفصول نفتح شبابيك في أماكن العمل نفتح شبابيك ما نعتمدش على التهوية الداخلية والأماكن المغلقة ما نخرجش من جو سخن لسائع ومن سائع لسخن دي أكتر حاجة ممكن تسبب كمان مش بس العدوى تسبب تهيوج الجهاز التنفسي وتزود احتمالية حدوث أعراض ما بعد انتهاء العدوى أو تحسن العدوى طب طرق الوقاية دكتورة يعني مثلا دايما مهم جدا فكرة تحسين الجهاز المناعي للجسم وبنسمع الكلمة دي دايما أن كلما كان الجسم جهاز المناعي قوي فممكن ده يبقى حائط صد ضد أي فيروسات محتملة طب أنا هنا إزاي أقوي جهاز المناعي؟ طيق رقم واحد في تقوية جهاز المناع هي التطعيمات ورقم اثنين التطعيمات ورقم ثلاثة التطعيمات مش نظام الغذاء؟ النظام الغذاء إيه؟ يليها؟ النظام الغذاء الحا gracious أو النظام الحياتي الصحي أو أسلوب الحياة الصحي يعني لازم أخذ تطعيمات طبعا التطعيمات هو الوقاية التطعيمات ده احنا الهالثي لايف ستايل ده حاجة ساكتة عندنا إنما التطعيمات هي عشان أقول الوقاية من مرض كذا يبقى التطعيم دي السيء الهالثي لايف ستايل أو النظام الحياتي الصحي أو أسلوب الحياة الصحي من الأكل للرياضة شرب الميا نوعية الأكل إن إحنا ما ناكلش أكل الشارع عموما يعني إحنا دايما نقول إيه ناكل أكل البيت أي أن كان أكل البيت بضمن فيه نظافته بضمن فيه يعني عوامل أبان كتيرة جدا كل حاجة غذاء متوازن نظيف موجود في البيت أي حاجة برا البيت غير متوازنة ومش أقول مش نظيف بس درجة نظافته ده بيقلل مقاومة الجسم أي عدوى أو أي مرض بيجي الجسم الإنسان بيعتمد على حاجتين قوة المرض أو شدته الحاجة التانية مناعة الجسم يعني أنا وزميلي اللي في نفس عمري ونفس فئتي الصحية يجي لنا نفس المرض هو مقاومته تبقى أفضل مني ليه؟ للحاجتين دول نوع العدوى اللي جات له أو شدتها مقاومة جسمه أو جسمي للمرض ده فإحنا نقوي مناعة جسمنا بالهاتي ومناعة المتخصصة بالتطعيمات طيب دكتورة الناس دايما بتتكلم إنهم حاسين إن بعض التطعيمات اللي أخذناها في العالم كله وبعد الكورونا دايما مصدعين دايما مش بيقوم ركزين قوي زي ما تقولي كذا ذاكرة ضبابية مثلا جسمهم بيبقى واهم في بعض الأحيان هل فعلا فيه انخفاض في مناعة الجسم عند مختلف في سكان العالم وده طبعا يعني عينة بحطية واسعة جدا بعد الكورونا وبعد التطعيمات كورونا ما فيش أي حاجة ريبورتد علميا بالأبحاث تقولي إن التطعيمات بتسبب الأعراض دي إنما فترة الإغلاق اللي حصلت وقت الكورونا عملت ناس كتير جدا أعراض إحنا مش حاسين بيها لها علاقة بحالتنا النفسية بالحياة اللايفستايل الساكت إحنا ما بنتحركش كتير ما بنخرجش فهو ده اللي عمل لنا الأعراض دي لكن مش لا طبعا ما فيش حاجة ريبورتد تقول إن التطعيمات بتعمل كده مش بس عشان أنا مش برو تطعيمات إنما أنا بقول وقائق علمية حقيقية يعني مش هقدر أقول إن التطعيم هو اللي سبب كده أه طبعا في مشاكل للتطعيمات فيه أعراض جانبية دي حاجة موجودة في كل حتة حقيقة لما طعمت ابنك وهو بيبي صغير كان بيه روح يسخل صح كان بيبقى كأنه جات له العدوى نفسها فكل التطعيمات ليها أعراض جانبية إنما ما فيش حاجة مسجلة علميا بتقول إن التطعيمات تعمل الأعراض اللي إحنا بنشتكي منها طب الاستباط المستمر على المدى البعيد بعد إنه الشخص يصاب بفيروس متحور من المتحورات دي لكورونا بنسمع دايما حاجات بوست كورونا ما بعد كورونا إنه دايما بيبقى فيه على الأمد البعيد بحس بتعب في الحركة في الجسم هل فعلا التأثير بيبقى ممتد على يعني على مدى بعيد وده أواجهه إزاي أو تعمل معه إزاي صح في حاجة اسمها متلازمة ما بعد الكورونا دي ليها شقين جزء ليه أعراض الجهاز التنفسي وأعراض بتحصل في الجسم عموما أعراض اللي بتحصل في الجسم عموما إحساس بإجهاد عند بعض الناس ممكن يستمر من 3 ل 6 شهور وخصوصا في السيدات يعني يعني دايما الشكوى أنا مرجعتش زي ما كنت أيوة قدرتي على أداء مهامي اليومية مش أنا اللي كنت دا قبل ما أصاب بالزبط دي حقيقة قدرتي على أداء مهامي اليومية مش هي اللي كنت بعملها قبل كده بنهج بسرعة رغم أنه بياخد علاج الحاجة التانية اللي كنا قلناها من شوية حساسية الجهاز التنفسي سواء في الأنف أو في صدر بعض المرضى بيحتاجوا يستمروا على البخخات خراس فور لايف بعضهم بيحتاجوا بيستمر عليها شهور عدد شهور ثلاثة لستة شهور بعد كده بيقدر يوقفها تاني إنما طبعا فيه أعراض متلازمة ما بعد القرون موجودة وموجودة منتشرة كتير طب أكيد دكتورة فاطمة وساعدنا بوجودك معنا النهاردة ربنا يسلم كل الناس ونحافظ على صحتنا كلنا كل شكرا لك الدكتورة فاطمة الزهراء سعد أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر كلية طب حلوان نورتين نورتين وشرفتين الدكتور